اشتركوا في القناة هواينا هوايك برنامج بيحمل هالعنوان تنكون نحن وياكم ببداية أسبوع مباركة عم ننطلق بانطلاقة جديدة ببداية جديدة حتى لو كنا قدم استحيق كتير كبير ورايحين على فراغ والكل عم يحكي عنه وكلنا عطلا ينهم وكلنا خايفين منقول على أمل يتعبى هالفراغ بشي مفيد بشي مجد بشي نافع لكل مواطن بهالبلد نحن اليوم ناس عن جد عم نصارع لنكمل بالحياة مع كل الظروف المحيطة فينا مع كل التحديات اللي عم بتوجهنا يوم ورا يوم إنما بيبقى إيماننا بقدرة الله الكبيرة اللي هي بتظلل حياتنا وبتسيرنا بيدرب النور ونحن اليوم ناس عن جد عنا القدرة وعنا الطاقة وعنا الموهبة الكافية اللي بتخلينا نمشي حتى لو كان فيه ظروف قاسية وصعبة شدة وبتزول ومنقول مرحلة وبتقطع إن شاء الله ما تطول هالمرحلة وتكون لخير كل إنسان اليوم بهالبلد ولخير كل إنسان موجود على هالكرة الأرضية لأنه اليوم كلنا موجودين وكلنا عنا حب الحياة وكلنا عنا تحديات منواجه ومنكمل ومنقول نحن اليوم بعقلنا بمنطقنا بإرادتنا قدرين نوصل لأبعاد أكيد بدي أحكي بفقرات برنامج اليوم عن مواضيع عديدة نحكي شوي ما مواضيع تربوية وشغلة مهمة وأساسية اليوم على أهمية تخصصاتنا وانطلقتنا بالحياة لكل الجيل الشاب اللي عم بيفتش على فرص جديدة وعلى أمور بيحبها واليوم قدام نحب الأشياء قدام نبرا فيها وقدام نكون ماشيين دايما صوب الأفضل دكتور نادا إدموم عوض رئيسة قسم الأدب العربي بجامعة الانديسيوسف بدنا نرحب بحضورك اليوم أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أشتقنا لك بعد غيبة كمان أنا أشتقت لكم وبحبها نيكي على المقدمة الحلوة شكرا بشكريك على الاستضافة على الاستقبال معواضين على طول أنتوا هون بيصوت المحبة بتستقبلوا بتشتغلوا لا تحسين المجتمع لا الاهتمام بالأمور التربوية كافة نعم واليوم أنتوا كمان دوركن كتير كبير وفعال قديش من ربي أجيالنا بطريقة صحيحة قديش منحصد نتايج بحياتنا الاجتماعية بحياتنا الوطنية اليوم لأنه نحن بأزمة ويمكن في معضلة ببلدنا مش عم نعرف نحلة مشكلة مين أزمة مين تربية مين تنشئة مين الاعتماد على هالأجيال الشابة اللي عم تكبر وتتنشأ وتحمل كل القيم منحكي قيم من كل الميلات يعني اجتماعيا تربويا أخلاقيا دينيا إيمانيا كل هايدي بدنا تجتمع مع بعض البعض لتعمل الإنسان الإنسان اللي بيبني مش الإنسان اللي بيهدم يعني هون بدنا نحكي عن التربية كإذا بدي أقول خشبة الخلاص الوحيدة يلي ممكن تخلي البلد يطلع من الأزمات المتلاحقة يلي هو عم بعيشها ليه بدنا نحكي عن التربية من أنه التربية التعليم إن كان التعليم المدرسة أو التعليم الجامعة إذا بديك تقولي هن يلي رح بيعطوا مهارات للشعب ليقدر يرجع يقلع من جديد ليرجع يكون عم بينطلق من جديد ليكون عم بيحسن المهارات طبعه ليكون عم بيحسن الشغل يلي عم بيعملوا وكمان ما بدنا ننسى إنه التربية على المواطنية يلي نحنا كتير من المرات منفتقدها صحيح يعني شاطرين إنه نحط المسئولية على الدولة وكتير من المرات ما نحط المسئولية على الدولة ما نقول إنه الأحد الماضي شتت الدنيا فاضوا الطرقات قعدنا نحنا كتير نقول إنه الدولة هي المسئولة كان في مسئولية على الدولة كيف ما كانوا مهتمين بس بنيهي ما مين كبز بالي ما كل مواطن بيكب النينة بيكب ورقة هو عم بيساهم بهيدا الشي اللي عم بعيشوا ما فينا نحط حق على الدولة بشي نحنا مسئولين عنه نعم المسئول اللي أول والأخير هو المواطن فعلى كل مواطن إنه يكون عم بيعرف مسئوليته شو ويش بيته شو أنا شو فيني أعمل أنا كيف فيني أكون عم ساعد أنا كيف فيني أكون عم بتصرف لما أوصل أو وصل البلد البلد يلي أنا عايش فيه لا هالإفلاس أما لهالأوضاع يعني منجي مننتقد نحنا السياسيين بس ما السياسيين نحنا انتخبناهم نعم فالمواطن عنا ما عم بيحموا المسئولية نحنا بحكي عن التربية لنقدر نعطي لكل مواطن لكل إنسان المسئولية إنه أنا في عليا مسئولية إن كان بالانتخاب إن كان بي إذا بدي أقول تصرف اليومي إنه ما كب بالشارع وراق ما كب أنين الماي بالشارع شفنا الزبالة كيف بيانت على الطريق طيب هالزبالة إجت من وان يعني مع الشتة نزلت يعني ما بعرف مين في حدا غير من برا إجي حطلنا إياهن هون ما في نعم طيب ما نحنا هون بمحل معين نحنا علينا مسئولية خلينا كل واحد يتحمل مسئولياته أنا كإنسان اتحمل مسئوليتي مثل ما علم كل شخص علم ابني علم تلميزة إنه أنا كان نحنا كمان علينا مسئوليات ونحنا من مسئولياتنا كل واحد يعمل مسئولياته بيقدر يصلح البلد نعم دكتور نادا اليوم أنت أستاذة جامعية وأكيد مواكبة طلابك وعندك كمان إمكانية التواصل مع صوف أصغر بالمدارس السنوية والتكملية وغيرة قدي اليوم الأجيال عم توصل فعلا مهيئة وحاضرة لتوصل يعني على أي مجل تخصص تكون فعلا عم تكون هي المسئولة هي بدأ تبني حالة وبدأ تبني وطنة وبدأ تبني مجتمعها بنفس الوقت يعني أنت اليوم اللي بتعيني اللي بتشوفي حلا إذا فينا نحكي عن شغلة فينا نحكي عن تراجع أنا إذا بدي أقول تراجع بكمية المعلومات يلي عندهم ياها تلميس بس في عنا مهارات بالمقابل اكتسبوها كتير من الأشخاص يعني كتير من الأسات زي يلي كانوا أكتر مع البرامج القديمة بيوصلوا بيقولوليك أنه هلأ شو عم بياخدوا مستوى وبتسمعي يا أكيد وبتسمعي العالم عم تحكيي أنه هاو كاننا نحنا نخدهم عقيمنا بالسرتيفيكا هنه هلأ بابني بالبروفي عم بيتعقيمة يعني في عنديك تسمعي من هالأمور هيدا أنا هوني بدي أوضح أنه إذا خفوا المعلومات بمحل معين بس الأولاد اكتسبوا مهارات ونحنا هلأ بالكرن الواحد والعشرين الأشخاص يلي عم بيوصفوا الشرك ما بتطلع عشو بتعرفي ولا عشهدات بيطلعوا أنت شو عنديك مهارات شو عنديك سكيلز شو بتعرفي تعملي مشان هيك أهم الشي هلأ يلي التعليم بالكرن الواحد والعشرين عم بيتوجه له هو سقل المهارات يعني بكل اختصاص بتكون أنت عم بتجربة تعطي مهارة أما قدي فيك تعطي مهارات للتلميذ أو للطالب يلي عنديك ليقدر بس يتخرج يكون قادر ضغري يلاقي شغال يفوت بسوق العمل ويبين قدي هو ممكن يكون شاطر وقوي بسوق العمل فهون التحدي صار هلأ بلا تعليم نعم شاطر وقادر يمشي بسوق العمل وقدي اليوم من الناحية العلاقية نحن اليوم ناس نتفاعل مع بعضنا البعض وعلاقيا بدنا نكون كتير واضحين مع الآخرين حتى نعرف حدودنا وين وين منوصل يعني حريتهم أو حريتنا بتوقف عند حريت الآخرين قدي نحن اليوم كمان عنا هالإمكانية نكون محافظين على هالمسافات وحافظين قيمنا وعم نعمل فيها عم نطبقها عايش واقع اللي عم نشهده اليوم بعالمنا الناس كأنه ناطرة بعض على حيالة كلمة ممكن تتلفز أو بلحظة ممكن يصير فيه مشاجر أو ممكن يكون فيه معارك طاحنة كلامية قديش اليوم الوسائل الوسائل التواصل عم بتكون هون السوشيال ميديا كثير بتسهل بتسهل العنف أو منصات للناس تتريشأ بالتهم وبالكلام البزيق أو بشتى أنواع لكن السوشيال ميديا بتسهل العنف بتشجع العنف يعني رح أعطيك مثلا كثير صغير أنا قاعد أنا وياكي هون ما فيني يكون كثير عنيفة معي لو تخنقنا بيضل في حدود بس إذا أنا بغير محل وإنت هون بقدر أنا اكتب بدون ما أتطلع بعيونك بقدر اكتب البدية ومبعات لكي وبيكون عندي الشجاعة أكتر أنه اكتبه وبكون عارفة أنه يمكن أنت أكتر ما رح تقدري تردي أو إذا رديت كمان الرد رح بيكون بطريقة غير مباشرة فهون هي المشكلة بس أنا وطلقينت عم بحكي عن الشطارة عن هيدا المهارة هي الزكاء الزكاء يلي بيتمثل بحل المشاكل يعني أنا ما فيني إجي أقول هيدا الإنسان زكي وعنده أعلى شهدات بس إذا كان قاعد بالشغل أو بالمكتب وصار في أي مشكلة هو ما عارف حل وطلع منه يعني هون إذا بديك تقولي عم بنفتش أو الزكاء صار بيبين أكتر بقدرة الشخص على التواصل مع الآخر يعني إذا بتقولي صرنا بعالم إنه أنا فيني افتح شركي إذا ما كان عندي علاقات منيحة وإذا ما كان عندي بي آر قوي أنا ما بقدر أقلع شركتي وما ما بديجيب زبونات يا أما إذا أنا كن عندي مشكلة ومعرفت حليتها أنا وقفت ومقدرت نفعت الزبون فمشان هيك وقدر صرنا هلأ بنحكي عن الشطارة الشطارة مش إنه أنا كن قادر أدرس وأحفظ وأعمل وجيب أعلى علامات الشطارة أنا على أرض الواقع أداة قادرة أكون عم بحل المشاكل يلي عم بتواجهني أنا أداة قادرة يكون عندي التواصل أداة قادرة يكون عم بفتح علقات أداة قادرة يكون الدائرة طبع العليقات طبعي أوسع أداة أنا بكون عم بقدر أطلع بشغلة أكتر نعم كل هذه الأمور اليوم نرجع فيها للغة لنعرف نتواصل مع بعضنا البعض من هيك بديفوت على هالديبلوم أو الديبلوم الجامعي لنحكي فيه عن اللغة العربية والأدب العربية والنشاطات الفكرية عندكن بجامعة القديس يوسف اليوم بدنا نضوي معك على هيدا الموضوع بما أنه حضر ديك رئيسة قسم الأدب العربي بالجامعة أداة نحن بنحب لغتنا وقدامة مسكين فيها وقدامة بدنا نكمل هيدا السؤال نتقام نحن بنتمنى لغات من كل من كل العالم يعني أهمية اللغة اللغة هي وسيلة التواصل وهي اللي بتميز الإنسان يعني ما في إنسان إذا لو ما كان في لغة ما كان في شيء بميزنا عن الآخرين لو ما عنا هاللغة أو لو ما عنا اللغة لو ما عنا كمان إذا بديقول مهارة الكلام الكلام يلي إذا بديقول في عنده وظائف كتير من الوظيفة الجمالية وظيفة التواصل كل الوظائف يلي بفوتوا يعمل اختصاص لغوي جمالا بيشتغلوا أما منكون عم نشتغل على وظائف اللغة إلى جانب اختصاص الليسانس أو الماستر أو الدكتورة بالأدب العربي أو باللغة إن كان أخدوا ما صار لغوي أو ما صار أدبي هلأ صار التعاطي مع اللغة كهي وسيلة التواصل وكمهارة وكمان هي هلأ إذا بتقولي المجال الجديد يعني وصلنا لمحل بالعالم التطور كان صار الناس تزيح شوي عن اللغة تقولي إحنا بدنا علوم بدنا تقنيات هلأ رجعنا وقت فتحت السوشيال ميديا والعالم الرقمي ما العالم الرقمي بده كونتنت بده يعني أنا ما في نكون عم بطلع ببرنامج مثل برنامجيك أما عم بطلع بكونتنت لتليفزيون لمنصة رقمية بدون ما يكون في عند أحد عم بيكتب بدون ما يكون في عند أحد عم بيحضر للمضمون يعني اليوم تركيز على المحتوى هيدا المحتوى خلينا نرجع للغة طبعا ونركز علي مع أنه اليوم طبعا وتفتح مجالات شغلة كتير كبيرة يعني هلأ إحنا في عنا جامعة المحتوى الرقمي نعم بأنه عم ننتقل من الصحافة التقليدية للصحافة الرقمية 3 ربع الصحف بشكلة التقليدية يعني الورقة سكرت صارت صحافة رقمية في عندك كتير من التليفزيونات يعني هني المنصات مثل ناتفليكس مثل شاهد والتليفزيونات حتى عم بيمشوا لها التوجه هيدا يعني نحن نوصل لمرحل يبطل في تليفزيون مثل ما نحن منعرفه بالشكل التقليدي تابعه فهيدا التجدد فتح مجال لصناعة الأفليم كمانا وصناعة المسلسلات وصناعة الدراما فهيدا الصناعة كمانا بدا كتاب بدا حدا يكتب يعطيك بدا إبداع فنحن مشين هيك توجهنا بأول ديبلومج بتاني ديبلومج أنه الأول كان المحتوى الرقمي يعني كيف النقلة للصحافة الرقمية رجعنا بعضينا بس شفنا بحاجة لكتاب سيناريو عرضنا كمان ديبلومتاني باسم الأدب العربي وهو كتابة سيناريو باللغة العربية كتر خير الله لأكتير استحسين هيدا الديبلوم يعني اللعنة أول سنة السنة اللعين ب بروموسيون جديدة وكمان عنا مشروع أنه نطوره أنه يصير ماستر إبداعي يعني مش يضل مقتصر على 30 رصيد اللي هن ديبلوم جامعي لا يصير نعلى فيه أكتر ويصير ماستر إبداعي قادر يكون فيه مهارات أكتر مش بس متخصص بال اللي هو السيناريو يعني يروح لأبعد شوي من السيناريو هوني برأيك دكتر إذا الإنسان ما عنده الميل أو الموهبة لا يقدر يفوت بهذا المجال نعرف أنه الشخص بده يحب بده يحب التخصص اللي فييت عليه وبده يكون عنده المينموم أو حد أدنى من القدرة على الغوص في هذا المجال قدي اليوم طلابكن إذا ما كان عندهم كل هودة الصفات بيقدروا يفوتوا يتخصصوا مثل ما منفوت بتخصصيتهم من غير جائنا منرجع أنا بخبريك الأشخاص اللي بيجوا ليتسجلوا هن مش طلاب بعمر صغير يعني طلاب بعمر صغير بيروحوا أكتر عقسس عم بيفكروا هن عم بيبنوا فيها مستقبل حياتهم كتير من الطلاب اللي تسجلوا بدأوا هن عندهم اختصاصات مختلفة بس هن عندهم موهبة الكتابة وبيحبوا يكتبوا ورجعوا وتوجهوا لهيدا الاختصاص بأنه لقوا أنهم فتح لهم مجال بميلي أو بشي هن كانوا حبين يفوتوا عليه وما سيرلهم المجال فمشان هيك أنا بقول ضمن عند كل إنسان جوة كل إنسان فيه هيك نفحة للكتيبة ليعبر عن حاله هلأ فيه أشخاص بتكون عندهم أقوى من غير أشخاص فيه أشخاص بيحبوا فيه أشخاص بيكبتوا يعني كتير من الأشخاص بيقلك أنا بحب اكتب بيكتب بخبيهم لقلي ما بقري حدا عما ما بيستحوا يخبروا يقولوا إنه أنا إيه بيكتب وبالفعل إنه يلي بدو يكتب بدو ينشر بدو يكون في عنده الجرأة يعني مش هين أنت تكتب مشاعري تكتب مرات كتير قصص بتحس حالي كأنه يمكن عم تسمح للآخر إنه يفوت على داخلك على جوة أفكارك على جوة رأسك منا هيني منا هيني أبدا وأنا بلاقي بدو جرأة الكتيبة والنشر ويلي بدو يصير كاتب أما بدو ينشر مش بالهين يعني مرات بنفكر إنه يلا نشروا كتب وعملوا كتب لا مش بالهين قدي اليوم كمان الكتاب بعده قريب مننا وحتى طباعة ومنشورات قديش صارت بغير عالم بعيدة يعني الورق اليوم بطلت تقدري هالقضة تنبصتي فيه بتحنيله بتحبي الكتاب بتحكي عنه بس أكتر إنه اليوم منه متداول بشكل كتير كبير مش الكل بيرغبو أنتو اليوم قديش عن جد عم ترجعوا تعيدوا أحياء الكتاب من جديد يعني من خلال هذا التخصص اليوم بتشجعي على الكتابة على الطبع على النشر على كل هذين حالا أنا أزا بقليك التطور الأدبة والتطور الفني يعني قبل ما يكون فيه الكتاب والمطبعة كان الحكواتة كانوا الأسس كانوا الخبريات كانت تسلاية هي تكون يمكن بالحكة بس صار فيه المطبعة اكتشفوا المطبعة وصار فيه العلم تطور مش يتموضت الجرائد والكتب يلي هي خلت الأدب يخلق يعني نحنا ما كان فيه أدب لو ما كانوا عم بيقروا يكتبوا التطور يلي وصلنا له هلأ مع التلفزيون خلق لنا نوع جديد يلي هو الأفلام والمسلسلات وإذا بتجي القصة هي الرواية هي عم اللي تشوفها بفيلم سينما مرات والمسلسلات هن يلي كانوا كتير مرات بالجرايد حلقة حلقة ينزلون ليعبوا الكونتينت يعني إذا بتقولي إنه المحتوى ضل هو نفسه بس القالب يلي عم بيتقدم فيه الأدب للعالم هو مختلف نعم يعني هيدا اليوم التطور الحاصل منحكي عن الأدب ومراحله وتاريخه وتطوره هيدا هو تطوره يعني وصل لليوم نوع أدب جديد يكون هالأدب مستسيغ لقلنا نحبه نقدر نفهمه بشكل أسرع وحتى مع الصورة لأنه اليوم القراءة واحدة مش بس هيك يعني المسرح كمانا يعني إذا بتجي بتخذي انت الرواية المسرح كلهم صاروا عنا موجودين على شاشة التليفزيون أو على شاشة السينما يعني أنا مرات كتير وبس أحكي يعني منهم بيقولوا إنه كتاب لا كتاب ما لنفس الشي يعني وقتل كنت بالكتب في عندي كان كتب إذا كانوا عم بيقروا الولادنا نقول لهم لا هيدا مانا مش كتب إذا بدنا نقول أدبية وفي تصنيف كتب أدبية نفس الشي بالفلوم بالمسلسلات في عنديك مسلسل لايت بيضحكك وفي عنديك مسلسل أو فين بتحس فيه عمق في تفكير في دراسة شخصيات فهيدا تطور مش إذا حضرنا فيل إنه نحنا خلص بعدنا عن الكتاب ما قرينا أكيد ما قرينا بالشكل بس الفرق كيف بيصلك دكتور أما مريتي بيصلك باللغة العامية فرق ما يصلك باللغة الفصحة أنت بدك تركزي على لغتك الأساسية تتعلمي طلابك ليكونوا عن جد بارعين بهذا المجال أنه أنا لغتي بدأ أتمكن منها لأنه كمانا اللغة إلا قواعدها وقصصها ما فيني هيك وديلك إيها بهذا الشكل اليوم كمانا اللغة اللي بتنكتب باللغة الأجنبية بس بنفس الوقت بتنفذيها عربة شو؟ شو عاملين بعالمنا اليوم؟ خلطين خلطين الأشياء فيه مزج يعني بين كل هذه الأمور يعني أنا بيقليك التطور الإنسانة منه أول ما بلش ونفس الشي بدأ أرجع معيك يعني أول ما بلش ينكتب الأدب الفرنس كان ينكتب باللاتينة وكان فيه إذا بدنا نقول ثورة كبيرة وقت لنقله من قالوا لأ بدنا نكتب يعني بالكرن السادس عشر كانوا شعرة قالوا لأ نحنا بدنا نكتب باللغة الفرنسية اللي هي كانت اللغة يلي نحن مثل هلأ اللبناني عنا بين اللبناني والعربي وجربوا يكونوا عم يروحوا أكتر سوب لغتهم اللغات هي بتطور دائم يعني فيه كلمات جديدة بتفوت عليها فيه فيه قصص جديدة فيه حوادس فيه قصص جديدة عم تجي يعني اللغة منها شيء جامد اللغة تتطور مع تطور البيئة مع تطور المجتمع بترافق المجتمع هلأ نحنا ما فينا نضلنا وطلع عم بحكي أنا بالتواصل بين شخصين ما فينا يقول أنا إذا ما قال لي صباح الخير كيف حالك هو ما عم بيحكي عربي نعم يعني فيه شغلة كمان أنه بده يوصل للمساج إذا نحن ما نشتغل أكتر لغويا لغويا تدقيق لغوي فيه اختصاص تدقيق لغوي عم بيخذوا بالمدرسة بيتعلموا الكواعد بيتعلموا يكتبوا بيتعلموا كواعد اللغة المزبوطة إنما بحياتنا اليومية يمكن اللغة المكتوبة من ضلنا محافظين فيها على اللغة الصحيحة ويلي هي كتير مهمة والمحافظة مع أنه حتى اللغة الصحيحة تطورت كسرت من إذا بدي أقول حديتها صرنا أكتر عم نروح على لغة بيضاء قدرين نستعملها بتشبه الحياة اللي عايشينا الحياة اليومية اللي نحن عايشينا أكتر بس وقت حدا عم بيحضر مسلسل أما رواية فيها دراسة شخصية شخصية عميئة فيها مواضيع اجتماعية عم بتعالج مواضيع ما كمان فيه مليون رسالة عم توصل أكتر من أنه صباح والخير كيف كيف حالك الوقت دهمنا هو رح يخلص دكتور ندا تنخطم نحن وإياك هيدا الديبلوم الوقت معك بيقع كتير في سرعة وكمان معك قدل اليوم مثل ما قالت فيه استحسان وفيه إقبال المجال مفتوح بكل الأوقات الأشخاص اللي حابين يكونوا عم بيتسجلوا وعم بيفوتوا بهذا التخصص جمالا نحن منبلش يعني عم نعمل دورة كل سنة دورة كل سنة فالدورة بتبلش بهالوقت مثل دل هالقيام يعني وبس نخلص بيكون في معهم مجال ليكتبوا ليرجعوا يقدموا مشاريعون ويطلعوا النتائج نعم نحن عم بدنا نتمنى لكم كل التوفيق شكرا لك دكتورة ندا إدمو معوض على حضورك معنا رئيسة قسم الأدب العربي بجامعة القديس يوسف يعطيك ألف عفية وإلى اللقاء إن شاء الله بحلقات جاية كمان نقدر ندوي على موضع أخرى بشكل كمان جديد فاصل أحبقنا ومنتابع نحن وإياكم بتاني فقرة مع دكتور أحمد الزعبي السيزة اللي هوت السياسة والحضر العربية بجامعة القديس يوسف أيضا نحكي معه عن مناهج معاصرة بقراءة النصوص الدينية فاصل ومنتابع نحن وإياكم